ونبقى في الرياضة حيث تأهلت هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً إلى المباراة النهائية ببطولة الجونة الدولية للسكواج وذلك بعد تخلبها على نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً والتي تحمل لقب النسخة الأخيرة من البطولة في مباراة الدور نصف النهائي فازت هانيا الحمامي على نور الشربيني بنتيجة ثلاثة واحد لتواجه بذلك المصنفة الأولى عالمياً نوران جوهر في نهاء بطولة الجونة الدولية للسكواج اشتركوا في القناة